هنروح لزميلنا كريم أحمد مراسل قناة الأهلي في الضحى يطمننا بقى على الترتيبات الخاصة بالفريق وكافة التجهيزات الفنية للقاء نهضة بركان تفضل يا كريم برحب بيك طبعا كابتن أيمن شوقي كل تحيي لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان دعواتك كابتن أيمن بقى ودعوات كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله مبراهة هامة جدا ومرتقبة ومنتظرة من كل جمهور النادي الأهلي الأهلي ونهضة بركان المغربي السوبر الأفريقي اليوم السابع مساء بتوقيت الضحى السادسة مساء بتوقيت القاهرة كل الأمور الحمد لله خلال الأعمال الماضية كانت ماشي بشكل طيب جدا بالنسبة للعبين بعثة النادي الأهلي بالكامل وجود الكابتن محمود الخطيب ورسالة الانطمئنانة الدائمة لكل لعب النادي الأهلي أيضا كمان بيتسو مسماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي اللي حضر بشكل جيد جدا ليه هذه المباراة من محاضرات فنية محاضرات فيديو تنتهي اليوم بمحاضرة فيديو أخيرة لفريق النادي الأهلي قبل التواجه إلى ملعب جاسم بن حمد الاساب لدي المباراة أكد في أكثر من نقاط بيتسو مسماني على أهمية المباراة عدم الاستهانة بفريق نهد بركان التأكيد على الفرص أمور عديدة جدا بنتمنى إن شاء الله النهاردة لعبت النادي الأهلي تطبقها لأن التاكتك اللي ممكن بيتسو مسماني حضره خلال الأهم الماضية كان تاكتك كويس جدا مختلف تماما عام مباراة ساندونز فإن شاء الله بإذن الله كل التوفير للنادي الأهلي واستطيع النادي الأهلي برفع كأس السوبر هنا في قطر والعودة بي إن شاء الله إلى القاهرة يمكن كمان يعني نقاط عديدة يمكن لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني في حل وحصلنا إن شاء الله بإذن الله على هذا اللقب يرتفع الألقاب القرية لفريق النادي الأهلي إلى 22 لقب بقر وأيضا كمان على المستوى الشخصي للبيتسو مسماني هيستطيع الحصول على طبعا البطولة أل 5 ممكن أن يحصل على دوري والكأس وبطولة أفريقيا وبرونزية العالم فإن شاء الله بإذن الله كل الأجواء دي يكون معنا ومع فريق النادي الأهلي في هذه المباراة مستمرين معك أكيد كابتن أيمن لحظة بلحظة من خلال توجودنا طبعا في استاد جاسم بن حمد الأستابل مباراة اليوم جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون لدور كبير رغم قلة العدد ورغم التواجد لكن بنأكد إن شاء الله الحماس الجدية اللي معروفة عن جمهور النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة تصل للعابين بشكل جيد جدا والتوفيق إن شاء الله يكون معنا في هذه المباراة لكن في هذه اللحظات عودة للستورة التحليلي والكابتن أيمن شاو شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد